بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إخباني أخواتي الكرام صلوا على النبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم إكرام من قناة دروس إكرام التعليمية فيديو اليوم عبارة عن الفرض الأول للفصل الأول في مادتي التاريخ والجغرافية للسنة الرابعة متوسط لنبدأ على بركة الله بفيديونا لليوم قبل البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس التنبيهات حتى تصلكم كامل الإشعارات على نزول فيديوهات جديدة على القناة اعجاب بالفيديو ونشر الفيديوهات حتى تعم الفائدة الجميع ولا تنسوا أن تشترك في قناة ثانية الرابط من تحارح تلقاوه في صندوق الوص أو داخل القناة إذن سنبدأ الآن بالموضوع وهو الأسئلة والتاريخ الجزء الأول أسئل الأول حد الدوافع الاحتلال التالية بربط كل عبارة بسهم عسكرية سياسية اقتصادية دينية غنى الجزائر بالثروات الطبيعية الحقد الصديبي تحطم معظم وحدات الأسطول الجزائري في معركة نافارين إسكاة الملك الفرنسي المعارضة بتوجيه الرأي العام نحو الجزائر هذا بالنسبة للسؤال الأول وهو تحديد دوافع الاحتلال السؤال الثاني بعد دخول فرنسا للجزائر سنة 1830 ميلادي طبقت مباشرة طبقت مباشرة سياستها الاستعمارية المطلوب فيما تمثلت إنعكاستها على المجتمع الجزائري وما هي أهدافها إذا رح تمثل الإنعكاسات والأهداف انتوحى الجزء الثاني دار حوار بينك وبين شاب فرنسي هذه بالمناسبة يعني مضيئة مجيئة دار حوار بينك وبين شاب فرنسي قال فيها أن فرنسا جاءت إلى الجزائر سنة 1830 ميلادي بهدف نشر الحضارة الغربية فيها تمدين الجزائريين وكان جوابك له أن الحملة الفرنسية كانت استعمارا حقيقيا مارست فيه سياسة استعمارية استهدفت الإنسان والأرض معا السند واحدة خطب المارشيل كوليزيل المستوطنين في العاشر أوز 1835 ميلادي في قوله لكم أن تنشئوا من المزارع ما تشاءون ولكم أن تستولوا عليها في المناطق التي نحتلها وكونوا على يقين بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة بالمناسبة هذا الخطاب يعني بعد هذا الفرض رح ندر لكم عليه الفيديو نتاعه خطاب المارشيل كوليزيل يعني ندروا فيه كما ندرنا في أول نوفمبر وتاع بيان بولينياك إذن كنوا منتظرين يعني في الموعد السند 2 مرصوم 1834 الذي نص على أن الجزائر قطعة فرنسية التعليمة من خلال السندات ومعلوماتك القبلية أكتب فقرة من 12 سطرا حول الموضوع يعني حبي يخلي لك الموضوع السر يعني ما حبش يعطي لك الموضوع حبك أنك بعد ما تقرأ تعليمات وتقرأ السندات تعرف وش معناه هذا الموضوع وعلى واهره يتحدث وكل ما غمض لك على الوضعية كل ما نقصت علاماتك فيها فلازم تكون مركز مليح الجغرافيا الجزائر الأول السؤال الأول تعرف الجزائر تنوعا في أقاليمها المناخية المطلوب أذكرها وأذكر مميزات كل إقليم يعني تذكر تنوع الأقاليم مع فل المناخية وتذكر المميزات تاكل إقليم مناخي ما سبب تدرج الغطاء النباتي من الشمال إلى الجنوب تعطينا السبب والجزء الثاني موقع الجزائر حيوي وإستراتيجي يجمع بين عدة خصائص جعلت منه ذا أهمية على المستوى القاضي وضح ذلك في سطرين يعني ما دلوش وضعية إدماجية كبيرة وش رح تدير رح تعطي لو زوج أسطر فقط تشرح فيها هذه العبارة اللي رح تشوف فيها بأدلة رح تكون من الواقع نمرضك إلى الإيجابة بعدما كنت ووقفت الفيديو وحليت الأسئلة نتواكم تكون مره لتصحيح النموذج الموضوع الثاني التاريخ الجزء الأول الجواب الأول غالى أغنى الجزائر بالثورة الطبيعية هي الاقتصاد من الجانب الاقتصادي يعني وين تلقى الطراوات الطبيعية وهذه رح تقول الاقتصادية الحقد الصاليبي هي دينية يعني من تقول انتشار الإسلام والله الحقد الصاليبي والله الحملات الصاليبية والله الحملات الماسونية إلى آخره رح تكون هذه دينية إذن تحطم معظم واحدات الأسطول الجزائري في معركة ناثارين هذه بالنسبة للعسكر إسكالة الملك الفرنسي المعارضة بتوجيه الرأي العام نحو الجزائر هذه سياسة إذن الجواب الثاني إنعكاسات السياسية الاستمارية على المجتمع الجزائري زبال الدولة الجزائرية انتشار الجهلة والأمية والفقر والمجاعة تفكيك المجتمع الجزائري هذه الإنعكاسات الثاني استمارا سببنا بعد ما دخل لنا الاستمار سببنا إذن أهدافها إدابة الجزائر في الكيان الفرنسي الفرنسي القضاء على المقاومة نشر المسيحية واستخلال ثروات الجزائرية هذا هو الحدف انتاح يعني يتحوس الذل الجزائر بها تدينها الكيان وتولي عندها الفرنسا كيان وفخامة إنها أذابة الجزائر وأصبحت مستولية عليها في كل المناطق تقضي على المقاومة وتنشر المسيحية يعني الدين تاحها وتستخل ثرواتها الجزء الثاني كتابة القرامين 12 سطن تتحدث فيه عن السياسة الاستمارية هذا هو الموضوع حولوا أنكم تديروا وضعية إدماجية يعني من قدرش نعطي لكم وضعية إدماجية لقد تكون مختلفة الآراء وتقدر تحفظ نفسها ذاك الوضعية وتركبها في سؤال آخر وهي مش نفسها يعني بالنسبة للوضعية لازم تكون عندكم فن في الإبداع في الوضعيات بها تقدروا تديروها ونحن نعطي لكم يعني نجمع لكم مجموعة من الوضعيات نعطيها لكم كل وضعية على حسب الحاجة نستكمل في الجغرافيا الجزء الأول الجواب الأول مناخ البحر المتوسط صيفا حار يميل للاعتدال رطب وشتاء دافئ يميل إلى البرودة أمطار غزيرة قد تصل إلى الألف ميليمتر سنويا باء المناخ القاري صيفه حار وشتاءه بارد تترمح كمية التساقط به بين 600 ميليمتر إلى 400 ميليمتر وتسقط به الثلوج والمدى الحراري به ضئيل جيم المناخ الصحراوي صيفه حار جاف وشتاء بارد جاف أمطار ندرة وفجائية وقد تكون منعذبة في بعض السنوات والمدى الحراري به كبير يتدرج الغطاء النباتي من الشمال إلى الجنوب مع تدرج الأمطار والتضاريس ونوعية التربة فكلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب يقول الغطاء النباتي الجزء الثاني يعتبر موقع الجزائر ذات أهمية كبيرة على مستوى القاري فهي بوابة إفريقية شمالية كما تربط موانئ الجزائر دول الساحل الإفريقي بموانئ أوروبا وتحتل 8% من المساحة القارى هذا هو فرضنا اليوم أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم قبل نهاية الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب وتفعيل زر جرس التنبيهات لتصل لكم كامل للنوتيفكاسي على الفيديو وما تنسوا اشتابوني فلاشها الجديدة اسمها إكرام تيوب ورابطنا انتهاء تلقائها في صندوق الوصف ولا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة